تحت ذرائع شتى يرفض العديد من الكتل السياسية إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تعهد بإجرائها القاظمي قبل وبعيد تشكيل حكومته بذريعة ظروف جائحة كورونا والأزمتين الاقتصادية والأمنية وتأخير المصادقة على قانون الانتخابات وتعطيل المحكمة الاتحادية وتقول هذه الكتل إن هذه التحديات قد تدفع لإكمال الدورة البرلمانية حتى العام 2022 أما مفوضية الانتخابات المستقلة فقد اشترطت تشريع قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية في كل محافظة وإقرار الموازنة المالية للعام الحالي لإجراء هذه الانتخابات بشكل مبكر النائب عن كتلة الفتح عباس الزاملي قال إن إجراء الانتخابات المبكرة هو مطلب جماهري وإن أغلب الكتل السياسية مع إجراء هذه الانتخابات لكن الوقت والأمور اللوجستية غير مهيئة في الوقت الراهن وكان رئيس الوزراء الجديد مصطفى القاظمي قد تعهد في برنامجه الحكومي بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة على أسس نزيهة بعد إكمال تشريع قانون الانتخابات وتفعيل عمل مفوضية الانتخابات بالتعاون مع الأمم المتحدة كما أن مجلس النواب كان قد مرر قانون انتخابات مجلس النواب في الرابع والعشرين من شهر كانون الأول الماضي لكن رئاسة المجلس لم ترسل القانون إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه بحجة عدم اكتمال الجداول المتعلقة بالدوائر الانتخابية والإحصائيات السكانية وحصة النساء في البرلمان ويؤكد العديد من المراقبين أنه بغض النظر عن وجاهة وحقيقة هذه الحجج المساقة لإرجاء الانتخابات المبكرة فإن هناك العديد من الكتل السياسية غير جادة وليست راغبة في إجراء انتخابات برلمانية مبكرة لأسباب سياسية أكثر من كونها أسبابا فنية أو مالية إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة هو أحد أهم مطالب ثورة تشرين التي أسقطت حكومة عادل عبد المهدي كما أنها المهمة الرئيسة لحكومة القاظم أو هكذا يفترض ومحاولة التسويف في هذا المطلب أو الالتفاف عليه هو صب للوقود على النار المستعرة أصلا ضد أحزاب العملية السياسية جميعا